وصفة النهاردة مفيش عليها اختلاف او مفيش عليها خلاف الكنافة بالاشطة مين ما يحبش الكنافة ومين ما يحبش الكنافة بالاشطة النهاردة هنعمل مع بعض وصفة كنافة بالاشطة رائعة سهلة جدا مفيش فيها اي مكونات خزع بالية ولا مكونات من الكواكب الاخرى وصفة وسيطة وبالرغم ان شكلها جميل ولونها جميل هولوكم على اسرارها وعلى سر اللون وسر التماسك الجميل بتاع القشطة بتاعتنا بدون مكونات غالية ولا مكونات مكلفة ولا حاجة خالص بس قبل ما نبتدي الفيديو لو اول مرة تشوفوني انا اسمي نادية ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو اعجبكم الفيديو هنبتدي اول حاجة بعمل الشربات او العسل بتاع القنافة لان العسل المفروض يكون بارد فاحنا هجهزه قبل اي حاجة هنحتاج كوبايتين من السكر كوباية من الميا وهنحط عليهم ربع كوباية من العسل النحل او العسل جلوكوز يعني اختياريه لو مفيش عسل نحل او عسل جلوكوز خلاص بس هو بيخلي لونها حل وبيمنع التسكير وبيخلي قوامة حلو جدا ومش هنقلب الحاجات دي خالص نهائيا لحد لما تبتيت تغلي اه لو طلع عندكم فوران ابيض كده يريد تشلوه لان مش حلو ممكن يسبب انه العسل يسكر معنا وبعد ما تبتيت تغلي ممكن نقلبها عادي كدا ونتأكد ان السكر داب وبعد كده بنعصر عليها عصير نصف لمونة وبنسيبها تغلي لمدة تقريبا اه عشر دقايق لاثناشر دقيقة على نار هادية يعني ميلة للمتواصل وبعد كده بنرفعه من على النار وبنسيبه علشان خاطر يبرد تماما ويفضل ان هو يتعامل كمان من قبلها بيوم لانه العسل مفروض يكون بارد والكنافة تكون سخنة دلوقتي انا معايا نص كيلو من الكنافة اه هقطعها ليه شرايح كده علشان عايز افرمها في الكبه فعايز احطها في الكبه بسهولة ما تبقاش طلع البرة كده وبهت للدنيا ممكن تقطعوها يا مجمدة عادي مدام كده كده هتفرموها بس انا في الوصفة دي هفرم الكنافة يعني اه من ناعم شوية زي ما انتم شايفين بصوا تبقى الكنافية او الشعراية قصيرة خالص بالنسبة بقى للسمنة هنحتاج كباية من السمنة للنص كيلو الكنافة سمنة طبعا يفضل نوع حلم يا سلام بقى لو سمنة بلدي تبقى طبعا جميلة قوي وهنحط على السمنة معلقتين كبار من العسل او الشرباط اللي احنا عملناه دهوت وبالنسبة بقى للون عشان يطلع معكم اللون الاحمر الاورنج اللي انتم شفتوا في اول فيديو ده ممكن تستخدموا الوان الطعام اللي هي لونها برتقالي او لونها اورنج او تستخدموا الوان الكنافة ودي على فكرة خطوة يعني اختيارية مش لازم تحط لو ما عندكوش اي الوان خلص ممكن لون احمر على خفيف لون خوخي كده على خفيف لون اورنج زي لانا مستخدمها ده يعني اي لون من الالوان المحمرية شوية دي لو حطنا منها بس نقطة انا مستخدمها الوان جيلا على فكرة لو عندكم بودرة وردو ممكن تستخدموها نقطة كده صغيرة ايه على السمنة فهتديها اللون اللي انتم شايفينه دهوت وطبعا لما نيجي بقى ندعك بها الكنافة هتاخد بقى اللون دهوت فمش هنضطر ان احنا نحمرها كتير وتتحرق بقى مننا عشان خاطر نوصل لدرجة لون كويس يعني هي دوبك بس وانس انها هتشوح كده او وتاخد حرارة هتبص لقول لونها بقى حلوة على طول ونفرج بقى الكنافة كويس جدا 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 ودي من الخطوات على فكرة المهمة واللي احنا يعني بننساها او بنكروتها ودي ببوز مننا الكنافة يعني انا وقفت افرج فيها تقيبا لمدة ربع ساعة او عشر دقيقين انا عاوزة السمنة تتغلغل او تتغلل في كل شعراية من شعرات الكنافة وحتى اللون بصوا ما بقاش باين بقى حتت فيها لون وحتت ما فيهاش لون لأ يعني اللون توزع فحتى لو حطيتوا لون يعني هيخليكوا تعرفوا تفرقوا الكنافة كويس لان انتو هتضطروا ان انتو توزعوا اللون آآ كويس في الكنافة وبعد ما فرقناها كويس جدا جدا وزعنا السمنة كويس هنحط عليها معلقة كبيرة مليانة من السكر البدرة ونرجع نفرقها تاني كويس جدا كأنكو بتبسوا الكحك عارفين الكحك بنبسوا ازاي كده بادينا نفرقوا كده من ايدينا انا عاوزة تعملوا كده دي الوقتي الكنافة بتجهزة معينا آآ انا مستخدمة صنية من صواني الالمينيوم اللي هي طبعا بتبقى حلوة جدا في الحلويات الشرقية ممكن تستخدمها على فكرة صنية تفال يعني حاجة غير لصقع لو انتو خايفين من الالمينيوم او لو الالمينيوم عندكم مش حلوة قوي تاني حاجة بقى واهم حاجة ان الصنية دي لازم تتغلف كويس جدا بالسمنة يعني لازم تحطوا سمنة كتير تخليكو شوية او خليكو كرة شوية مع السمنة وحطوا سمنة كتير ووزعوها في الاطراف كويس جدا ما تسيبوش فتفوتة ولا نقطة مفيش عليها سمنة لانو دي هتلزأ فاليازم نحط سمنة كتير وسمنة ما تكونش سايحة تكون جامدة شوية كده ونوزعها كويس جدا آآ في الصنية وانا مستخدمة الصنية مقاس اربعة وعشرين بس الكمية دي تعمل معنا صنية مقاس تلاتين على فكرة يعني من اربعة وعشرين لتلاتين تنفع معكم وبنوزع بقى الكنافة زي ما انتو شايفين كده مش محتاجة ان انا اشرح هنا مفيد انتو شوفوا انا بعمل ايه يعني بفرقها كده بايدي وانا بوزعها وبحط كمان في الاطراف علشان انا هحط قشتة جوه وانا مش عايزة القشتة تطلع بره وتلزأ وتخلي الكنافة تلزأ مني بتدي ان انا اضغط عليها بصنية تانية او باي حاجة ضغط قوي واضغط كمان على الجناب علشان خاطر يبقى شكلها منتظم لما يجي اطلعها بعد كده دلوقتي بقى هنجهز القشتة بتاعتنا وعلى فكرة قشتة الكنافة مفيش ابسط منها اربع كبيات من الحليب يعني لتر من الحليب وعليهم ست معالق كبيرة من النشا وطبعا الحليب بارد هنقلب النشا الاول كويس مش عايزة يتكتل تحت لان النشا قول ما بيتحط في اي حاجة بينزل كده يتكتل لا قلبوا الاول فكوه من تحت وبعد كده رفعوها على النار وعلى نار بقى متوسطة ونستمر في التقليب علشان خاطر تطلع معانا القشتة قوامها كريمي مفيش سكر مفيش اي حاجة مفيش حتى عيل بيت قشتة عايزين تحطوا معلقتين تلاتة من القشتة لو عندكم في البيت حطوا بس قشتة الكنافة مش بتحتاج يعني قشتة خارجية او قشتة من العلب او اي حاجة يعني حاسيت ان ما بيبقاش فيه فرق في الطعم كبير او واضح او قوي اوي في الكنافة لما بنحط على القشتة بتاعتها او الكريمة اللي في النص العيل بيتقشتة او قشتة عموما بس لو حابين تزوده مفيش مشكلة المهمة نقلب لحد لما الخليط ده هو تيتقل معنا وهو سخني كده بنحطه على صنية الكنافة الكاميرا بخرت يعني مفروض ما بقاش كتير قوي القشتة اللي بيحبها كتير هيزود مفيش مشكلة ولكن يعني هي تعتبر كده بالنسبة لحجم الصنية دي كات كويسة قوي وهنسبها بقى تبرد تماما زي ما انتم شايفين كده بردت خالص يعني خلص جمدت كمان حطت ايدي عليها اللي هو خلاص ممكن اضغط عليها بعد كده براحة يعني كده هنقفل بقى الصنية من فوق نحط بقى طبقة من الكنافة كمان فوق نحاول بقى نزبط الاطراف لما كنت عاملها عالية شوية عاملة صورة عالية ممكن بقى ايه ازبطه كده ودلوقتي بما ان هي جمدة ممكن اضغط عليها كمان شوي وبعد كده هندخلها فرن مسخم مسبقا على درجة حرارة متين مش في نص الفرن تحت هننقل الشبكة على اخر حاجة تحت بس مش فوق الصاج على طول علشان خاطر تتحمر من تحت ومن الاطراف الاطراف هتاخد لون وهتبتدي تبعد عن حرف الصنية اول ما تلاقيوا الاطراف تاعتها بعدت عن الحرف بتاع الصنية ومنكمشت كده واخدت لون يبقى كده هي تماما تاعتها نفتح عليها الشوية من فوق ونديها لون من فوق بس وهتتقلب بسهولة معاكم مدام هي اخدت لون من الاطراف ومدام الاطراف فصلت عن حرف الصنية بتاعتنا وبعد كده وهي سخنة كده بنحط عليها العسل على طول والعسل طبعا بارد زي انتهى كده برشة من الفصدق المطحون ورشة من الفصدق المجروش بيديها شكل حلوة قوي مهما كانت طلعة مبهدلها هيطلع شكل حلو لما تحطوا عليها الفصدق اهم حاجة ما تقلقوش ما تتوتروش وكل حاجة بالراحة تخدموا صنية كويسة هتطلع معاكم بسهولة جدا الصنية على فكرة اهم حاجة ممكن يعني تطلع معاكم الكنافة مظبوطة ومتلزقش منكم شايفين بقى الكريمة عاملة ازاي مسكة نفسها ازاي طبعا انا اكيد طبعا اطعتها هي سخنة يعني مش هستنى الكلام فاضي ولكن برضو الكريمة كانت مسكة نفسها شايفين لون الكنافة عامل ازاي اللون بقى لوحده حكاية قصة شربة الشربات او العسل كويس من فوق ومن تحت مقرمشة من فوق شوية ومن جوة طرية يعني زي ما معظم الناس بتحبها طبقة الكريمة حلوة جدا طعمها رائع عسل كمان مظبوط قوي معتدل ومتزن جدا وبس كده اتمنى ان الفيديو كنا عجبكم ما تسوش تجربوا الوصفة وتقوليه رايكو فيها نزلوا كمان تطبيقاتكم على جروبي على الفيسبوك واشوفكم ان شاء الله مرغي بيجيك دي